ممارسة الغير مشروع لطب الأسنان لكتعرفوا البلاد دينا وكما كان عرفوا أنه السنوات الأخيرة السياق العامة هذه هي ندوة صحفية للتعريف بوحد ظاهرة خطيرة لكتضر بالصحة العامة وهي ظاهرة تكاتر الممارسين الغير الشرعيين لطب الأسنان مهنة طب الأسنان مهنة لمن لا مهنة له بحيث أي واحد يجري ويحل عيادة أمام أعين وأنظار السلطات المحلية وهذا الشيء يظهر بصحة العامة وغسنا نلقاولي حل نلقاولي حل السلطة العامة العموات من السلطات المحلية اللي كتكون في الواجهة ستلعب الدور ديلها كما ينبغي الإعلام اللي كتمتلون توما وعدة منابر تلعب الدور ديله في إطار التعوية ديل الرأي العام باش يبدأ يفرق ما بين طبيب مرخص عنده مؤهلات أنه يعطي علاجات جيدة تتماشى مع المعايير العلمية الحاديثة واحد اللي ما عنده بعد المرة تشاهد ابتدائية كي يقول لي كيلعب دور طبيب الشيء في البلاد في المغرب ديل القرن 21 مخصوش يبقى بالنسبة لسؤال ديالك الذي يتعلق ببعض الأطباء الأسنان اللي كي يساعدوا هاد الممارسين غير الشرعيين والمد ديالهم بالطابع ولا بالخاتم ديالهم أدل الظاهرة قليلة وقليلة بزاب وكن نأكد ليك أنه إحنا كهيئة لأطباء الأسنان بالسلطة تأديبية ديلها رأى كان أي إتبات عندنا لشي طبيب رأى كي يجي اللي هنا في هذا المحل هذا كيدوز أمام لجنة تأديبية وكتأخذ فحقه لإجراءات لازمة وإجراءات ردعية وإجراءات عمال في المستوى ديال داك الجرم اللي يرتاكب هاد القيطاع هادا كيعيش بزاف ديال المشاكل ومنها الممارسة على غير المشروع الهيئة ديالأطباء الأسنان هنا الدور ديالها اشنا هو الدور ديالها هي أنها تنظم هاد المهنة هادي ماشي حماية لطبيب الأسنان حماية للمهنة حماية للمواطن باش المواطن ماشي يحلفموا واعتصحتوا لأي واحد اللي كان ينظم هادي هو وزارة الصحة وهاد الهيئة نورمال مورا هاد تابعة للحكومة رأي لابس الدولة للهيئة كاملة ديالقاء هذا رأى هم مكاتب ديال الحكومة اللي اعطتهم القطع الخاص اللي كي يسيرهم والدور ديالها هو تنظم وحماية المواطن وأي واحد خلف القوانين اللي يحطم مشره رأي كي يخصوا يتعاقب عليهم على حساب القوانين الجاري بها العمل الموضوع ديالنا اليوم في الدور هادي والممارسة الغير المشروعة علاش حيث الممارسة الغير المشروعة اللي كينا في المغرب وما بقت حتى شي بلاد في العالم إلا في هذه البلاد هادي ما عرفناش علاش والقانون كي من عام 1960 وأضرار اللي ديرا هنا في المغرب رها كبيرة منها أن اللي طو ديالي باتيس ببالي كان ديالي مطالب المغرب بسببوا ديالي الممارسة الغير مشروعة وعدم التعقيم اللي كينا عند هدوك اللي ما مكونيش لهذا شي وكي مارسوه وكان عدد المشاكيل في هذا الشي نحن الهيئة ديالنا معناش مطالب نحن كنطبق القانون خاص القانون يتطبق القانون يتطبق أولا الدولة تغير القانون إلا بغدير قانون أخر من القانون اللي محطوط وحاط المشريح نحن كنطبقه ندوك معناش شي مطلب أخر نغير هذا المنابل الإعلامية باش تلعبته الضوء ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس تشترك في القناة